نعمل ايه؟ عادي نتكلم في التليفون ونذاكر للعيال وانا جان بي حاجة بقطعها فاحنا جبنا ايه؟ جبنا بصل الرجالة بالنسبة لهم ان هم يقطعوا بصل هم اصلا الريح يعيني مع الزباق وانا في الستوديو عملين يدبعوا علي علشان هو تقطع وسبوه شوية لحد ما نبتدي تصوير فاحنا هنقطع انا هقطع عادي بصل لكده حلقة بعنوان ميسنش راح نقطع بصل النار ده ميسنش راح بالضبط جاء فانا هتكلم عادي هتشوف قوة تحملي بحقيقة الستات كلها بتعملها عادي ما بيهمهاش الاول بس عايز اقولك حاجة قبل ما تتكلمي في الرجالة عشان مش كل مرة تيجي تقولي انت الاقوى وانت الاقوى اللي بالك ان معظم شفات العالم رجالة ماشي يعني البصل ده بين الفلوم ولا حاجة لأ شغلانته حاجة وممارسته للحياة يوميا حاجة هنا بقى تفرق نمارس الحياة نمارس الحياة يوميا انا كلهم بقطع بصل وكان في التليفون وبعد الحلقة وانت عايز انا بقى اقطع بصل معاك واتنا في الحلقة ماشي انت دلوقتي بيتمثل رجالة كتير لذا انا هنجح الرجالة همانشوف طيب اول حاجة الستات بتعني منها طول الوقت بس هدك خد البصل يا فاندر هو المفروب طالعا ان انا اقطع معاك بصل والله اهمال مشاعر اه بقى اقطع بصل الستات دايما بيبقى عندها مشكلة ان هي مشاعرها لا والله ما تتحكش لو سمحت يدعق بصل اسمعني بس يا لا هوي خليني اقولي الكلمتين طيب اتفضل الستات دايما عندها مشكلة ان هي مشاعرها مهملة انا دلوقتي طول الوقت بزعل ما بيجيش صالحني يقولي استنى بقى لما تهدى استنوا لما تهدى وانا روح اصالحها ما هو من عميلك يعني من عملكم سلط عليكم انا هاجرب اقطع بصل لا 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 بصراحة لي الرجل ما بيصالحش الستات وبيقول سبوها يعني خليها تهدى وهي من جواب تبقى بتغلي بتموت ما هي زي ما انت قلت هي بتغلي واحد حاجة بتغلي سخنة نار اجي اتكلم معاها لا انت فاهمني غلط احاول اوضح الموضوع ما بيتوضحش طيب انا هعمل ايه في الاخر اططع وانت بتتكلم يا فاند برضو ماشي ده انت جبروت مش انت الاقوى انت جبروت بصي يعني هو لازم يدي انت جابه لي سكينة وردة لا لا معلش ما بغيرش الموضوع جابه لي سكينة رجالي ما بغيرش الموضوع بص يا دوعي احاولك انا على حاجة كويسة اهو البصرة ققعت منك واحد صفر كده ما عيط ايش اه لازم اسيبها تهدى لان انت مش مشاعرك مهملة هي الفكرة ان انا عارف طريقة اتعامل معاك بيها كل الستات بيت الدايق ان مشاعرها مهملة والراجل يقولك ايه لا خليها تهدأ يا فاند ما انت فاهم ان هي مش هتهدأ هي هتفضل تغلي في نفسها اكتر فانتوا ليه ما ايوه معالشين الرجالة احنا مسلا عملنا كام حلقة في الموضوع ده مليون حلقة اه وهي بتيجي تقوله لما بيصالحها لو سمحن ما تسيبنيش اشيط انا بعيط وبتقهر معلش معلش كامل يا مارا بياد كامل 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 لا ايما تخسر وتسيبها او ايه اللي اخسر مش هاخسر طب خلاص ماشي ويرجع يقولك ايه انا سيبها تهدأ انا سيبها تهدأ طب ما انا سيبها تهدأ عشان انا عارف هي هتهدأ امتى وهاجي انا اتكلم معاها على فكرة البتاعدة هليحتو صعبة قوي طيب ماشي بس تبعه وقوله انا خسرت وفعلا لو هنتكلم واحنا بنعمل البصل ده وفي موضوع حقيقي وانا قاعد حتى لو مراتي بتقطع بصل انا الله هعي طب خلاص تيب وقوله انا اخسرت وانا اكمل كلامي معك يا ستة انا خسرت طب ماشي انا شاقطع بصل اسمه انت جبروت اه اه جبروت كمل بقى ماشي اوكي دهاري حتة بقتبصلة خلاص ماشي اهمل الطلبات اهمل الطلبات للأولويات وتطلب اه الطلب اه هو يسمع ويعمل نفسه ايه من بنها اه مش اه اه يا شنو انا بنها يعني ما فيش من استندايا ما عارش والله هم دايما بيقولوا عامل نفسك من بنها ما فيش من الساحل ما تخلوها حاجة كده اشيك ما عارش والله هم جميلة بس برضو ما تتوهنش في المواضيع ما بيعملش الحاجة اللي انا بعمل بها طلباتك ان انا روح مموهك في الموضوع بالزبط وبعدين اروح مموهك في حتة لان الطلب اللي انت طلبها هل هو فعلا طلب يجوز دلوقتي ولا لا ما انت ممكن تطلبي مني طلب مش فيش وقت لا 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 بيبقى يجوز عشان هي ما بتطلبش طلبات الا ما تبقى عارفة ان او هيعملها والله ما بتطلبش طلبات غير يعني مثلا هقولك على حاجة طلبات المدرسة مثلا يلا حبيب انزل تشتري حاجات المدرسة يلا حبيب انزل تشتري حاجات المدرسة بيسبها لحد اخر يوم بعد ما تتكركب ويقول لها ما انت ما طلبتش من بدري طبعا انا هقولك حاجة بجد بدي ادعها المسال حقيقي طب قول انا بكلم مراتي انا شخصيا في مشتوار هي المخروض تروح تعملو لمدرسة ابنها هي ست بتسوق بتروح مستنياني انا اسافر من بلد لبلد عشان اروح اسوق ما هو برضو بالعقل يا جماعة لا 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 احنا بنقول الطلبات اللي احنا بنطلبها منكم ايه هي ايه المدرسة ايه ده حاجات اساسية لا اطلبي مني طلب بقى كلميني في الطلبات التانية وليلي ايه الطلبات الهايفة بقى طبعا انا عايزة معلش فيه شي ميزة عجبني قوي والسيل هيخلص لا ايه الشيميز ايه وسيل ايه انت بتهايف من كل حاجة نبقى نجيب لانشون احسن من السيل طب ماشي الشكوى الشكوى رقوى انتوا بقى بتشتكوا اللي كده يعني لانتوا والله انتوا عندكم الشكوى رقوى لا والله تستنى بس ما انا كل ما اقولك حاجة بوظالي ليه دي الحقيقة انت ما فيش واحدة بشوفها انا حتى اصدقائي اللي كان ايام الدراسة اشوف حد شفته من زمان ايه ده ازايك عاملة ايه اخبارك ايه انا كسبت على فكرة انا تقطعت البتاع كله ما انت عشان انت ست هو ده شغلك لا شغلي طبعا ان انا بشتغل وبعمل حاجات طبعا على فكرة ما انا بكتب على الكيبورد وانا بكلمك يا سلام فعلا وبسوق العربية وانا بكلمك في التلفين وشوف طلباتك يعني